اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال الحرب العالمية وكان اكتر من مجرد تظاهر احنا مش هنستسلم ابدا ده قدم الشجاعة والتحفيز للشعب المحبط لكن في نوع من الاستسلام اللي عايز اتكلم عنه النهاردة وده مختلف عن اللي اتشيرشل اتكلم عنه انا عايز اكلمكم عن النوع ده من الاستسلام اللي مش بس بيساعد لكنه السر الكبير لبركتي وبركتك عايز اكلمكم عن شكل من اشكال الاستسلام اللي مش بس جدير بالاحترام لكنه الطريق الوحيد انا بتكلم عن الاستسلام للرب وكتير مننا زي يا عقوب عايزين نعمل حاجاتنا عايزين نرسم طريقنا عايزين نقود سفنتنا عايزين اننا نغير مصرنا عايزين نحل مشاكلنا بطريقتنا الخاصة وبنحط ربنا خارج خططنا لانه ممكن يعوق تحقيق اهدافنا احنا بنحط خططنا وبنحط استراتيجيتنا وبنمشي وراها وكل ده حلو وكل ده كويس لغاية مسافنتك تتخبط بجبل جليدي وتبتدي تغرق في الميا كل ده حلو وكل ده كويس لغاية ما تلاقي نفسك زي يا عقوب بين المطرق والسندان في التكوين 32 وبدهيا بالطبع في النقطة دي شعارك هيكون زي كتير من ناس اللي شفتهم قبل كده ولما كل حاجة تفشل تبتدي تصلي لكن احباء انا عايز اقولكو ان الصلاة لازم تكون الاختيار الاول مش الاختيار الاخير والصلاة لازم تبتدي بانك تطلب خطة الله لحياتك مش انك تعمل خطتك بنفسك وبعد كده تصلي لربنا وتقوله بارك خطتي في تكوين 32 هنلاقي عقوب في مشكلة خاله لبان كان بيطرده واخوه عيسو اللي هرب منه من 20 سنة كان قدامه هو في الواقع بين المطرقة والسندان واحد عايز يسيطر عليه والتاني عايز يضمره وهو ده حاله اربع حاجات لازم تشوفها بوضوح هنا في تكوين 32 العدد الاول والتاني بيقول انه شاف ملايكة الله بتقوده وبترشده في السنوات الستة الاخيرة من حياته كانت خارقة معجزية حياته مدعمة وبقى راجل غني بييد ربنا من 20 سنة فاته لما ثبته كان في طريق الحران علشان يشوف خاله في بيت إيل الله ظهر له واظهر له نفسه في رؤية علشان يأكد له كل الوعود اللي تكلمه ووعد بيها جده إبراهيم وأكتر من كده بكتير وقبل كل ده الله أعطى نبوة لوالديه انه من خلال نسل يعقوب هيجي المسيح ان العالم هيتبارك من خلال يعقوب ان كل الوعود اللي وعد بيها جده إبراهيم هتتحقق من خلاله ان المسيح هيجي من خلال نسل يعقوب آه لكن لما تشوفها بالطريقة دي هيكون ليك نظرة مختلفة عن اللي كانت ليعقوب لأنه بسبب اللاربة حقائق اللي شاركتكم بيها عدت على يعقوب في وقت الأزمة وانا راه ان ده بيحصل لك وبيحصل لنا كمان كل اللي يعقوب بيفكر فيه في وقت الأزمة انه حاسس بالرعب حاسس بالرعب مش ده اللي احنا بنعمله اللي بيحصل لحظة ما الأزمة بتيجي في حياتنا لحظة ما الاختبار بيجي في حياتنا لحظة الأوقات الصعبة ما تبتد تخبط فينا وعارفين ايه اللي بيحصل وقتها احنا بنسيب الأزمة تمحي كل حقيقة البركة السابقة لربنا في حياتنا يعقوب كان مرعوب جدا من أخو عيسو مكره واخداعه وطبيعته القديمة بدأت تطرده تاني طبيعته القديمة بدأت تاخد أفضل ما عنده تاني ولابد أنه يقعد ويدبر خطته الخاصة أيوة هو بعد صلاة الإغرافية للرب لكنه رجع وعملها بنفسه هو لازم يعمل حاجة احنا لازم نعمل حاجة وانت حصل لك كده لما الله دعمك في الماضي لما الله بركك في الماضي لما الله حماك في الماضي لما الله رعاك في الماضي لما الله أثبت إخلاصه ليك في الماضي مرات ومرات ومرات كتيرة وأول ما تيجي إشاعة أو كدبة تبتدي تترعب أول ما تيجي معلومات غلط تبتدي تخاف لما تسمع حاجات مبنية على مفهوم خاطئ أنت تبتدي تخاف ولما تحصل على نصف الحقائق تبتدي تتجنن قبل ما تتأكد من كل الحقائق وده موجود في عدد تسعة إصحاح اثنين وثلاثين يعقوب صلة الصلوات التلغرافية دي بس انت عارف إيه اللي هتتعمق فيه لو قريت النص ده بعناية بالتأكيد ما كانش بيفكر أن الله هيستجيب لي صلاته أكد ما فكرش ما فكرش وهو صلى وقال يا رب أنا ما استحقش يا رب انت عملت كده احميني من أخويا واللي هو قال أيها يا رب دلوقتي إزاي هتحميني وريني الطريق أنا واثق فيك وكانت هتبقى قصة مختلفة لكن هو ما عملش كده هو ما كانش متأكد أن الله هيستجيب لي صلاته أنا هوريكه في دقيقة أنه اتجه للتخطيط الكامل اتجه للتخطيط والمكر أنا هعمل إيه أنا هعمل إيه أنا هعمل إيه أنا هعمل إيه أنا أفتخرت في عشرين سنة فاتت أنا فاكر أخوي عيسو كان طماع وكان جشع أنا فاكر من عشرين سنة فاته أقصد أنا فاكر الشخص ده كان بيرضي ملازاته كان بيحب بيرضي شهيته أنا عارف ده كويس لأن اشتريت بكوريته بطبق عدس عشان كده أنا عارف أنا هعمل إيه وهي دي خطتي خلينا أبعط له هدايا وهدايا كتير وهدايا كتير أنا هغرأه بالهدايا وبكده يمكن يسمحني في الأول هبعط له معيز ولو ما عجبتوش المعيز هبعط له جمال يمكن تعجبه الجمال ولو ما عجبتوش الجمال هبعط له خرفان ولو ما عجبتوش الخرفان يمكن تعجبه البقر ولو البقر مع جبوشة بعت له تيران انتوا عارفين ان قصدي انا هدي له كل حاجة هغرقوا بالهدايا هي دي خطتي وفي رعب بعت لاخوه هدية ورات تانية هدية ورات تانية انتوا عارفين يعقوب ما توقعش ان الله هيستجيب لي صلاته بالطريقة اللي عملها ما توقعش ما كانش متوقع ده الله استجيب لي صلاته بطريقة عمره ما يحلم بيها ان الله يستجيب لي الصلاة بالشكل ده هل في مرة ربنا فجأك واستجيب لي صلاتك بطريقة ما تتوقعهاش حصل له كده مش بس ان اخوه سامحه لكن الله نفسه كان عايز يظهر له كان عايز يظهر له نفسه وده ما حصلش اليعوب قبل كده بان الله يستجيب لي صلاته بقوة عظيمة زي دي بان اخوه هيبعت ليه ربعمية راجل مش علشان يتلوه علشان يرحموا بي هو ده ايه لنا انا بتعجب ازاي كتير مننا بيقدروا يبنوا افكار سلبية في ازهانها وفي تخيلاتها افكار مرعبة افكار سلبية بتسيب شراية الماضي تشتغل في دماغك بتبتدي تلاف والدور 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 مع الافكار السلبية المرعبة الافكار المدمرة المرعبة اللي ما يكونش ليه علاقة بالواقع او حتى اجزاء صغيرة من الواقع هل انت كده مش من سنين كتيرة قريت القصة دي دي قصة حقيقة كان فيه راجل دايما مرعوب انه يعمل حدثة بعربيته في اي مكان وفي ليلة كان بيسوق لوحده على طريق البلد والعجلة فرقعت والكتاب بيقول ان الحاجة اللي بنخف منها بتحصل لنا وده اللي حصل وبقى مرعوب جدا وما كانش معاك وريك يساعده علشان يغير العجلة وكانت الدنيا ظلمة وكئيبة جدا وكان لوحده وكان مرعوب وابتدى يدور في المكان كله علشان يحاول يلاقي مكان فيه ضق بسيطة او اي مكان فيه علامة على وجود حياة في الليلة الظلمة دي واكيد شاف بيوت فلاحين عن طريق النور اللي طالع منها وقال كويس انا اهمشي في الطريق ده ما قلتا ماشي غير الطريق ده مفيش فرصة ان حد يعدي من هنا علشان كده انا هروح بيتي الفلاح داوت وهشوف لو عنده كوريك يسلفولي علشان اغير العجلة لكن وهو رايح لبيت الفلاح ابتدى زهنه يتملي بكل انواع الافكار السلبية وابتدى يستحضر كل انواع السناريوهات وابتدى وهو ماشي ابتدى يفكر طيب لو الفلاح رفض يسلفني كوريك لو 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 الفلاح اتحول بقاتل او لو الفلاح واحد من الناس اللي لو خبط على بابه هيخرج ببندقية هيضربني بمجرد ما خبط على الباب وابتدى يفكر وفضل يفكر وكان الدماغه مليانة بكل الافكار السلبية دي بكل الافكار دي لما وصل للباب خبط على الباب ففتح الفلاح فقال له انا مش عايز كوريك بتاعك الوحش ده انا بتعجب كام واحد منا بيبقى في الحالة دي وبنملي ازهنه بالافكار السلبية اللي ملهاش اي علاقة بالواقع انا عايز اشارككم اربع حاجات اللي لازم تستوعبوهم لما تقعوا في مأزك يعقوب ودول مش جايين مني لكن جايين من كلمة الله اربع حاجات لما تلاقوا نفسكو بين المطرقة والسندان اولا حاول تلاقي سبب الرعب اللي جواك ثانيا افهم اهمية المصرعة وثالثا اعرف بركات التمسك ورابعا اختبر قوة العرج ارتجاف يعقوب ورعبه لليلة كاملة كان على ايه؟ على معلومات غلط وتخيلات مرعبة وتأملات مش مظبوطة والكتاب يرسم لنا صورة عن رجل الآن وخايف في الصحرة الظلمة وكل ما كان حيوان يعمل دوشة يقول العجوز يعقوب انت يا إلهي قريب مني انت هالأمر انت هالأمر انت هالأمر انا بقصد ان الوقت اللي كان بيسمع فيه الصوت كان بيصلي للرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة